اهلا بكم اصبح الثمانون بالمئة من الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية التي اجريت في شهر ايار الماضي الكتلة الشعبية الحقيقية الاكبر التي عبرت عن رفضها للعملية السياسية وقواها وكل مخرجاتها بعد طول صبر الاستمر 15 عاما ثم عززت هذه الكتلة الشعبية هذا الموقف الرافض بخروجها في تظاهرات شعبية غاضبة بسقف سياسي مرتفع جدا وهو انهاء العملية السياسية واحزابها الفاسدة الكتلة الشعبية الاكبر الحقيقية هو ما سنتحدث عنه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية ما هي ملامح الكتلة الشعبية الاكبر التي تقف اليوم في مواجهة السلطة واحزابها وميليشياتها وفرق موتها الطائفية الخاصة وما هي البيئة والظروف التي ساهمت في تشكيل هذه الكتلة الشعبية الاكبر وردة فعلها المتصف بالعنف نوعا ما على الوضع الحالي في العراق وهل ولدت الكتلة الشعبية الاكبر مع تظاهرات البصرة وجنوب العراق أم هي حصيلة تراكمية للمواجهة الشعبية المستمرة منذ 15 عاما مع السلطة وما هو المتاح لدى هذه الكتلة الشعبية المتسعة لتقديمه للعراق وقضيته وشعبه في المرحلة القادمة ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني علي الجابري تظاهرات البصرة وجنوب العراقي عموما تفجرت في البداية بسبب عدم توفر الماء والكهرباء وتفشي البطالة وسوء الإدارة الحكومية العامة تطورت التظاهرات سريعا إلى غضب وسخط شعبي على كل قوى العملية السياسية ورعاتها خاصة إيران التي أحرق المتظاهرون قنصليتها في البصرة وقد حاولت قوى السلطة وميليشياتها ومنابرها الإعلامية شيطنة المتظاهرين بكيل الاتهامات لهم وربطهم بالأجندات الخارجية والعمالة لأمريكا والكيان الصهيوني وغيرها وبينما ما زال شركاء العملية السياسية يتصارعون ويتنازعون على ما يسمى الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة القادمة بعد مرور أكثر من أربعة شهور على إجراء الانتخابات البرلمانية جاءت هذه الرسالة الشعبية الثانية بعد المقاطعة الشعبية التي تخطت نسبتها الثمانين بالمئة وهي التظاهرات الشعبية الصاخطة لتكون هذه الجموع الغاضبة بحق هي الكتلة الشعبية الأكبر المعبرة عن هموم شعب العراق وصراعه مع القوى السياسية والميليشيات التي تحكمه منذ خمسة عشر عاما تعرض نشطاء هذا الحراق أو الكتلة الشعبية الأكبر للملاحقة والاغتيالات والاعتقالات بذريعة ملاحقة المخربين الذين هاجموا المقارة الحزبية وأحرقها ونتيجة سوء الإدارة واستشراء الفساد ونهب الأموال العامة وانتشار الأمراض وشح المياه وانقطاع الكهرباء وانتشار البطالة والقتل والخطف والتهجير في كل العراق أصبحت التظاهرات ظاهرة من ظواهر شعب العراق فما إن تخمد تظاهرة حتى تتفجر أخرى مجددا وهذا هو الحال منذ عام 2003 ورغم كل الإشارات التي يرسلها الشارع العراقي للساسة من مقاطعة الانتخابات ومن نقد وشعارات منددة ومتوعدة إياهم وسياساتهم إلا أن الساسة والأحزاب الحاكمة قابلت هذا الحراك الشعبي بالحديد والنار والتجاهل وعدم الاكتراث وهذا الخطأ القاتل لها لأن صبر الناس المسحوقة أو شك أن ينفذ إن لم يكن قد نفد فعلا أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في حقيقة الكتلة الشعبية الأكبر التي تشكلت في العراق من المقاطعين للانتخابات والمتظاهرين أيضا في البصرة وجنوب العراق ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين سيكون معنا عبر سكايب من ستوك هولم الدكتور علي جابري رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز مرحبا بالضيوف الكرام جميعا يا أهلا الله لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور اليوم هناك من يتحدث عن أن الكتلة الشعبية الأكبر أو الكتلة الأكبر هي الجماهير الموجودة الآن في الشارع هذه الكتلة التي تكونت أو بداياتها كانت منذ عام 2003 في المواجهة مع مشروع الغزو مع العملية السياسية مقاومة وطنية اعتصامات تظاهرات اليوم هناك كتلة شعبية أكبر وهي الكتلة الحقيقية ما هي ملامح هذه الكتلة أو كيف تكونت هذه الكتلة الشعبية بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد سؤالك يجعلني أعود إلى بدايات الاحتلال نعم عندما بدأ الاحتلال كان هناك شعار أمريكي معلن للجميع شعار أو عنوان لحربهم ضد العراق واحتلال العراق كان اسمه الصدمة والترويع استخدام الصواريخ استخدام القنابل استخدام جيوش بطريقة غريبة عجيبة استعراضات قوى جوية هذه الصدمة والترويع مثل أي كارثة تقع في أي مكان على أي بلد تقبل الناس إلها تقبل أي شعب أي مجتمع لهذه الكارثة لما حدث في العراق من الصدمة والترويع يختلف بين مجموعة أخرى وبين فرد وآخر عندما تتشكل الكتلة الأكبر لابد من نواة لابد من البداية أن تتشكل لها نواة أن تتشكل لها أساس هذا الأساس هم الأفراد أو الجماعات التي استطاعت أن ردفع لها أن تحتوي بردفع لها أن تحتوي الصدمة والترويع بسرعة هذه المجامع أو هذول الأفراد الذين استطاعوا أن يتقبلوا الصدمة والترويع بسرعة هم أفراد المقاومة العراقية يمتصون الصدمة تصر نعم تقبلوها وكان رد فعلهم اتجاهها مواجهتها واجهوها كان هم المقاومة العراقية رجال المقاومة العراقية هؤلاء الذين رفعوا راية المقاومة وفكر المقاومة كان يسكن قلوبهم وعقولهم واستطاعوا أن يحققوا إنجازات كبيرة للعراق وقفوا في مواجهة أكبر جوش الدنيا الجيش الأمريكي أكبرهم تسليحا وقدرات لوجستية ومادية وكلها ولم يكون يملكون إلا سلاحا خفيفا وسلاحا بسيطا وفي بيئة أو في أرضية في جغرافيا منبسطة ليس فيها أماكن للاختباء كبيرة هؤلاء شكلوا النواة الأساسية للكتلة الأكبر التي فيما بعد صارت الآن نتحدث عنها الكتلة الأكبر هذه اللي شكلت علامة الرفض بداية المقاومة هذه النواة اللي شكلت هذه المجامية مجامع الشعب العراقي اللي تشكلت نواة الرفض نواة عدم قبول بهذا الواقع الكادم الذي حل بالعراق رفضت كل هذه رفضت وبالتالي تشكلت في إثر هذه المقاومة هيئات وقوى اجتماعية وسياسية ومنها حتى يعني ما دمنا نتحدث عن الموضوع هيئة علماء المسلمين اللي تشكلت في بدايات الاحتلال أيضا تشكلت جزء من هذه النواة هذا الأساس لهذه الكتلة الأكبر الرافضة لكل هذا الوضع السيء بعد ذلك تطورت هذه القضية مع المقاومة بدأ الشعب يتململ قدرات الناس على احتواء هذا التعامل مع الصدمة والترويع التعامل مع كل هذا الخراب بطريقة ردفع الآخر إيجابي محاولة لإزاحة هذه الكارثة بدأت تنمو عند الشعب العراقي بدأت التظاهرات هل كانت هذه البداية أو النواة الدكتور تتحدث عنها كانت نواة شعبية أم مكونة من النخب أو صناع الرأي هيط علماء المسلمين وغيرها من فعاليات المقاومة العراقية يعني أيهما كان أسبق شعبية 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 بالتأكيد كانت شعبية بعد ذلك تطورت هذه وهذه طبيعة كل كل هذه الكتلة عندما تتكون تتكون بطريقة شعبية وطريقة ربما ردود فعل ذاتية بعد ذلك تتكون بينهم أواصر وطر معينة يبدأ التنظيم بشكل آخر وعندما بدأت المقاومة بدأت بشكل فردي بفصائل بعد ذلك وتشكلت حتى جيوش قاومت وهكذا بالنسبة للهيئات ونتحدث عن كل الأطر السياسية والاجتماعية التي تشكلت والتي سميت فيما بعد القوى المناهضة للاحتلال والمناهضة للعملية السياسية فهذه التي تشكلت النواة الأساسية للكتلة الأكبر تطور هذا الوضع مع ازدياد خراب العراق مع الفساد مع الحكومات مع الطائفية كل هذا السوء كان ردفع أيضا شعبي باتجاهها كيف تسعت كيف تطورت كيف الآن ربما يعني تتحدث ربما عن أفق سياسي فيما يتعلق بقضية العراق دكتور عبد الحميد العاني يتحدث دكتور عن أن البدايات لهذه الكتلة الشعبية الأكبر التي الآن نحن نبحث فيها أنه كانت عبارة عن نواة تكورت النواة شعبيا ثم بعد ذلك تبلورت وكانت هناك أطر في مواجهة العملية السياسية مشروع الاحتلال مقاومة وغيرها من تجليات هذه المواجهة اعتصامات وما إلى ذلك من هي هذه الكتلة الشعبية الأكبر الآن التي انتهت كل هذا هذا الحراك كل هذا ردة الفعل على الاحتلال إلى كتلة شعبية أكبر من هي ما هي ملامحها تمثل من الآن يعني اسمح لي بداية أن نتحدث عن المشهد العراقي بشكل عام وصلا إلى هذه النقطة وهو الذي يلاحظ الآن العراق هو حقيقة منقسم إلى جهتين حقيقيتين جهة ناهب ومنهوب ظالم ومظلوم سارق ومسروق خادع ومخدوع للأسف الشعب الخادع الظالم الناهب هذا منشغل الآن في هذه الأيام بتقاسم الحصص فيما بينهم الشركاء وتقسيم المناصب ومحاولة تعويض ما أنفقه في الأيام الماضية في ما يسمى بالانتخابات وفي الآن في شرائه للمناصب أما مقابل هؤلاء هم الشعب وهذا الشعب اللي هو المنهوب المظلوم المعتدى عليه هذا ممكن أيضا أن نقسمه إلى ثلاث فئات رئيسية قسم مع الأسف هو مساند خاضع خانع لهذا الظالم ومؤيد له ومساند له ومساعد له وقسم أيضا قليل آخر لا مبالي الجسم الأكبر والقسم الأكبر الفئة الكبرى التي نتحدث عنها هذه المتضررة وهي واعية وعت وهي التي تحدث عنها الدكتور قبل قليل وعت الأمر من البداية إلى الآن لكن هذه نسبة الوعي منسوب يتصاعد ويصعد حينا وينزل حينا آخر يصعد التعبير عنه حينا هذا الوعي لم يكن بهذا المستوى بهذا الحجم قبل سنة هو مثل ما قلت في البداية بالعكس كان منسوبه عالي جدا لكنه طرأت عليه بأفعال وأمور خارجية وداخلية أمور كثيرة اضطرت إلى هذا أنه المنسوب أحيانا يكون يهدأ ولا يعبر عن هذا الرفض هذه أذن الفئة أو الكتلة الأكبر هي شفئة الشعب العراقي الرافض لهذا المشروع السياسي باعتباره جزءا من عمليات الاحتلال وثمر من ثمرات الاحتلال الأمريكي وتخادم المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني وما نتج عنه من أضرار الشعب العراقي إذن الكتلة الأكبر هي الرافض لهذا المشروع والواعي له والمتصدي له لكن طريقة التصدي له وطريقة الرافض هنا تختلف من جهة أولى أخرى يجمعهم جامع أنهم يريدون عراقا آمنا مستقرا عراقا يتنعم به أبناء الشعاء العراق يتنعمون بخيرات العراق ويشعرون فيه بالأمن والأمان والتعايش وأن يعود للعراق عزه ومجده فيما كما كان من قبل ويأمنون أو يضمنون لأبنائهم في المستقبل الحياة الكريمة التي يحلم بها كل إنسان ويريدها كل شعب كريم إذن الكتلة الأكبر هي الشعب المعبر عن هذا الرفض وهي الجزء الحقيقي المعبر عن الشعب العراقي المعروف بتاريخه الحر والأبي والمعبرين عنهم الآن الموجودين في الشوارع هذا جزء من هذا التعبير يجابهون نيران السلطة دكتور علي جابري نتحدث عن الكتلة الشعبية الأكبر الحقيقية الآن التي تعبر عن معاناة الناس في العراق عن مأساتهم في ظل في ظل هذه السلطة التي ما عرض تخجل من قضية الفساد هناك فساد يبدو الآن أصبح الفساد في عرف السلطة ميزة وربما يتباهى به أصحاب العملية السياسية ميليشياتها وأحزابها الطائفية هل تركت من فرصة أخرى للناس سوى الخروج إلى الشوارع وإلى الساحات العامة للتعبير عن مأساتهم وربما بشكل يعني عنيف حتى مع الرصاص مع النيران مع الاعتقالات هل هناك من فرصة أخرى سوى الخروج إلى الشوارع والساحات شكرا لك أخي ماجد وتحياتي لدكتور رافع والدكتور عبد الحميد ويسعدني المشاركة في هذه الحلقة أهلا وسهلا فيما يتعلق بالفرصة التي تتحدث عنها في الحقيقة الشعب أعطى الفرصة كثيرا وطويلا وانتظر وصبر كثيرا وطويلا وكان يفترض أن تكون هذه الانتفاضة التي حدثت في البصرة قبل هذا الوقت بكثير لكن المشكلة كانت تحدث الأساتذة قبلي عن أنه منذ اليوم الأول لاحتلال العراق كان هناك أنا أوصفه أو أقسم العراقيين بطريقة أخرى أقول كان هناك منذ عام 2003 وحتى اليوم كان هناك شعب كامل رافض الاحتلال بكل ما جاء فيه من أحزاب جاءت مع الاحتلال ومن احتلال مباشر وكان هناك أيضا في المقابل هناك أحزاب جاءت جاءت مع هذا الاحتلال واستفادت من السلطة وكان لديها بعض الأنصار لم يكن هذا العدد منذ 2003 وحتى اليوم أنا أسر على ذلك لم يكن هذا العدد بالكبير لكن بعض الناس كانت لا تستطيع أن تتحرك بفضل وجود قوة السلاح في الشارع بفضل قوة النفوذ المالي نخلينا نتحدث عن الجنوب بالذات بالجنوب هناك ميليشيات كانت تفرض سطوتها على المواطنين ولا يستطيعون أن يتكلموا أو يعبروا عن موقفهم ولذلك عندما كنا نقول أن الكثير من أبناء الجنوب الأصلة عفوا الأصلة كانوا رافضين للاحتلال وأن هناك الكثير من أبناء الجنوب بالقبائل العربية الأصيلة هي رافضة للتدخل الإيراني في العراق قد يكون البعض لا يصدق هذا الكلام في ذلك الوقت لكن اليوم عندما أتيحت الفرصة أثبت للجميع أن أبناء الجنوب الأصلة قادرين أن يرفعوا صوتهم متى ما رفعت السلطة يدها حتى وأن استخدمت العم في بعض الأوقات لكن حان الأوان لكي ينتقل دكتور كيف أتيحت الفرصة تتحدث أنه عندما أتيحت الفرصة رفع الصوت عاليا بوجه التدخل أو النفوذ الإيراني برأيك ما هي هذه الفرصة التي أتيحت الفرصة هي أن هذا الشعب في البداية أعطى الأحزاب الموجودة وقتا طويلا لكي تصحح من مساراتها وحاول أن يعاقب هذه السلطة وهذه الأحزاب في الانتخابات الأخيرة ولم يخرج إلا نسبة 20% أو دون ذلك في هذه الانتخابات إذن نحن نتحدث عن 80% قرروا قرارهم أنهم ليسوا مع أحزاب هذه السلطة وأنهم يريدون معاقبة هذه السلطة ومع ذلك لم يتعض أصحاب البكاكين السياسية في العراق من هذا العقاب واستمروا في معاقبة أهل البصرة جاءت الفرصة الأكبر أنا من وجهة نظري الإيرانيون هم من أطلقوا رصافة الرحمة على هذه الأحزاب وعلى أنفسهم عندما قرروا معاقبة أبناء البصرة بقطع الكهرباء وقطع المياه عنهم وهنا خرج أبناء البصرة ليقولوا انتهى وقت الصبر وعليكم الآن أن تستمعوا إلى نداء الشعب وعليكم أن تخشوا حتى المبيت في بيوتكم طالما أنكم سرقتم ونهبتم وقتلتم كذلك كان رد فعل السلطات جاء رد فعل عنيف زاد من فورة هذا الشعب وقراره في مواصلة هذه المسيرة وأنا أحذر وأكرر وأقول أن هذه الانتفاضة لن تنتهي اليوم ولن تنتهي غدا أنا أفاق هذه الانتفاضة ومدى قدرتها على الاستمرار والديمومة والزخم في ظل كل التحديات التي تواجهها من قمع واعتقالات واغتيالات وشيطنة واتهامات دكتور على ذكر أنه في الجنوب الآن أتيحت الفرصة كما قال دكتور علي الجابري فعلا كانت المجابهة مع الاحتلال مع العملية السياسية وقواها في نطاق جغرافي معين الآن هذا النطاق الجغرافي التسع الآن إلى الجنوب من البصرة إلى بغداد هذا الالتحاق من قبل هذا الحيز الجغرافي جنوب العراق بهذه المواجهة مع السلطة ما هي الإضافة التي سيشكلها لهذا الحراك أنه اليوم تقريبا العراق ثمانين بالمية يعني إذا أخذنا القياس على نسبة مقاطعية ثمانين بالمية في حالة مواجهة مع السلطة وفي حالة رفض لهذا المشروع ما الذي أضاف هذا الالتحاق من جنوب العراق بهذه المواجهة أولا دعني أقول أستاذ ماجد أنه عندما جاء الاحتلال والحديث الآن دكتور علي الجابري يعني مشكور تحدث عن أنه في الجنوب الآن الحراك بهذا الشكل قوى الميليشياوية كانت ضاقطة نعم كانت هناك أدت يعني أدت ممارسات أو أدت أدوات استخدمتها السلطة سلطة الاحتلال ومن جاء في إثر سلطة الاحتلال لحد الآن النقطة الأولى كانت استخدمت التضليل والخداع خطاب التضليل والخداع وتشحن الطائفي باتجاهات أخرى هذا حاول أن يمتص وعي الناس أو يجعل مناسيب وعي الناس منخفضة دائما وخاصة الموجه للجنوب وكانت لها آذان صاغية نعم وكان السياسة الطائفية فرق الشعب هذا الشيعي وذاك سني وهذا كردي وهذا عربي أثنيا وطائفيا ومذهبيا هذه كلها خلقة حالة لا يمكن أن ننكرها في المجتمع العراقي أثرت تأثيرا كبيرا لكن مع مرور إضافة إلى اليد الضاربة يد الميليشيات والقوى الأمنية التي كانت تستخدم بالجنوب بشكل قوي هذا كل موجود مع مرور الزمن يعني نحن نتحدث عن تظاهرات قامت في البصرة اليوم أو يوم أمس أو قبل أسبوع أو عشر تيار نحن نتذكر أن أول تظاهرات خرجت مطالبة بالكهرباء والخدمات كانت في البصرة تظاهرات كهرباء في عام 2011 تظاهر العراق كله في 25 شباط 2011 العراق 55 مدينة عراقية خرجت فيها التظاهرات الشعب العراقي كله خرج وكان سقف المطالب سقف الكلام سقف الهتافات يرتفع إلى أسقاط العملية السياسية وأسقاط كل هذا الذي جرى ومحاربة كل هذه القوى والأحزاب التي جاءت بإثره وهذا الوضع مناسب هذا الوعي كانت ترتفع مع استمرار انكشاف هذه السلطات التي تحكم العراق السلطات الجديدة هذا العراق الجديد غش فساد نهب زياد الفقر عشر ملايين فقير في العراق يأكلون من المزاب تحت خط الفقر الأمية زادت بعدما العراق هذا ليس حديثا عن نظام مثل ما نقول دائما ليس متحن بنظام سابق ونظام لاحق لا هذا وصف للواقع كان العراق ليس فيه أمية وبشهادة اليونسكو وصلت الأمية إلى ستين بالمئة وصلت خمسين بالمئة ست ملايين إلى سبع ملايين عراقي لا يعرف القراءة أو الكتابة عدا الأميين هؤلاء يعني بطريقة أخرى أميتهم كبيرة جدا جدا هذه إضافة إلى الأمراض إلى سوء الخدمات الأمن مفقود مهجرين مهجرين خراب كامل في المدن البنى التحتية كلها خرجت خارج الخدمة فبالتالي المواطن مع زياد هذه المأساة بدأ وعيه يرتفع لم تعد هذه الطائفية السياسات الطائفية سياسات خرصة عن عين الغشاوة نعم هذه غير قادرة أن تضغط عليه وتعيده إلى بيته فاضطر أن يخرج إلى الشارع وهذا ما حصل في 2011 وما بعدها وصولا إلى التظاهرات الأخيرة التي حصلت في البصرة وصلت إلى حال الجماهير وهذه تشكلت النواة وقبل هذه كانت الانتخابات وكانت رسائل الشعبية واضحة جدا جدا هناك قرار بالمقاطعة وقرار مثل ما يسميه أخي الدكتور عبد الحميد يعني قرار واعي هو ليس قرارا عاطفيا أو يعني عزوف لا كان قرار واعي بالمقاطعة نقاطع الانتخابات وكان قرار واضح 80% يقاطعون من 24 مليون عراقية حق لهم الانتخاب عندما تأتي إلى 80% أكثر من 80% يعني أكثر من 20 مليون لم يشاركوا في هذه الانتخابات فقط الذين شاركوا أربع ملايين أو أقل من أربع ملايين ونصف هؤلاء قوى أمنية وميليشياوية وأكثر من نصف فبالتالي أنت أمام كتلة أكبر تكونت هي اللي رافضة من شعاراتها من تصرفاتها من تظاهراتها رافضة للعملية السياسية التي جاءت بالقراب بالفساد بضياء حوية العراق بضياء مستقبل العراقيين بالأمراض بكل هذا السوء بهذه الكارثة التي حلت بالعراق جزء من هذه معبر عن في الفترة الأخيرة معبر عن هذه الكتلة الرافضة بعد هذه الانتخابات ما حصلها في البصرة كتلة هي التي يحق لها فقط هذه الكتلة الكبيرة اللي تشكل 80% من الشعب العراقي هي التي يحق لها أن تصوغ سياسة العراق أن تشكل حكوماتها أن تضع كل الإطار السياسي والاجتماعي المناسب بعد الفاصل عما تمتلك هذه الكتلة الشعبية الأكبر لقضية العراق ما هو المتاح بيدها لإخراج البلد من هذا المأزق الموضوع فيه منذ عام 2003 إذن مشاهد الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في طاولة حوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة التي تبحث في الكتلة الشعبية الاكبر الحقيقية هي الكتلة الاكبر ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي دكتور عبد الحميد العاني ودكتور علي الجابري دكتور عبد الحميد العاني هذه الكتلة الشعبية الاكبر الان الموجودة في العراق المكونة من الجماهير العريضة سواء التي قاطعت انتخابات او التي الان في الشوارع والميادين تتظاهر وتصطدم بالسلطة هل تعتقد ان لها القدرة على ادامة هذا الزخم على المطاولة على مجابهة السلطة وعدم الخوف من السلطة على الرغم من كل اساليب وادوات السلطة امنيا وسياسيا واعلاميا شيطانا واتهامات وتشكيك هل تستطيع هذه الكتلة ان تديم زخم حراكها نعم هي كما يعني واضح من كلامك انه هي تعيش في حالة صراع وكما ذكرنا قبل قليل اي حراك يحتاج لادامته وادامة زخمه واستمراريته الى انه يكون هناك ايمان قوي بقضية الحراك وتثبيت او ثبوته على هذا الايمان هذا الايمان هناك امور مادية تعززه وتثبته لدى ابناء هذا الحراك ومن اهم هذه انه وضوح الرؤية لديه في الطرف المقابل الذي هو الان هؤلاء يخرجوا لضد فساد هذه الحكومة وضد طغيانها وما كانت اثارها السلبية على العراق عموما هذه القضية هنا اذا ما استطاعت الحكومة عبر ادواتها من اعلام وغيره من شيطان وغيرها انها تراجع او تجعل المقابل يتراجع ايمانه او وضوح رأيته حين الان سيتراجع منسوب هذا الحراك لكن اذا ما استمرت هذه الحكومات القادمة وهذا ما هو متوقع بحسب قراءة المقدمات الموجودة استمرارها في قضية الفساد واستمرارها على نهجها الطائفي واستمرارها في استخفافها بمطالب الشعب العراقي هذا سيعزز من هذا الايمان لدى ابناء الشعب العراقي حينئذ ستزداد منسوب الوعي عنده وثبوته على هذه القضية وايضا من المعززات التي تثبته وتجعله يستمر وربما يزيد من زخمه ومساندته من قبل اطياف اخرى نحن ذكرنا قبل قليل ان هذه الكتلة الكبيرة من الامناء الشعب العراقي ليس كلها اليوم هي قد نزلت الى الميدان للتظاهر قسم كبير منها يعبر بطريقة او باخرى وقسم منه في طور اللامبالات اذا ما تزايد هذا المنسوب والتحق بركب هؤلاء المتظاهرون او المعبرون عن رفضهم لهذه الحكومات الحكومة وللفاسدين بكل اشكال حينئذن ايضا سيزداد المنسوب هذا بشكل كبير القطاع الاعرض الشعبي مؤيد لهذا الحراك حتى لم يستطع ان يخرج الى الشوارع والميادين لكنه ايضا هو يتقاسم نفس المأساة والتالي هنا يحتاج الى ايضا مساند اخر وهو قضية الاعلام لانه من ادوات هؤلاء الحكومة والفاسدين وغيرهم اللي كما ذكرت انت اللي هو الاعلام الذي يشيطن ويشوش على هؤلاء الناس ويقدع الاخرين فلذلك هنا نحتاج الى ادوات مواجهة لانه الصراع يحتاج الى انه تواجهه بذات الادوات ومن اهم ادوات الصراع الاعلام والاعلام لا يقتصر على وسيلة واحدة ونحن نرى اليوم وعيا وتطورا كبيرا لدى ابناء شريحة الشباب التي تصدرت لهذا لديها وسائل كبيرة جدا تستخدمها في قضية خاصة وسائل التواصل على ذكر شريحة الشباب يبدو هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على هذا الحراك الشبابي فيما يتعلق بقضية العراق دكتور علي الجابري هل تعتقد ان هذا الحراك الشعبي الذي في غالبه هم شباب وانت تحدثت في مقال ان هؤلاء شباب اعمارهم متتجاوز الى 30 سنة قادر على الصمود والمطاولة والصبر وايصال قضية العراق شعب العراق المأساة حقيقة ما يجري فيها العراق الى الرأي العام العربي والدولي والسؤال ايضا هل هذه مسؤوليته هل هذه مهمته ان يوصل قضية العراق الى الرأي العام العربي والدولي ما هي اخطر التحديات التي قد تواجه في الداخل الان من السلطة نتكلم اعتقد فيما يتعلق في تظاهرات البصرة كان الصفة الابرز والتي هي ربما كانت سببا في نجاح هذه التظاهرات ان هؤلاء الذين خرجوا الى الساحات والى الشوارع هؤلاء باعمار تتراوح بين 15 عام الى 25 عام بالنتيجة هذه الاعمار لا يمكن شيطنتها واتهامها بانهم بعثيون على سبيل المثال لان هؤلاء جاء بعضهم ولد قبل عام 2003 والبعض الاخر ولد قبل عام 2003 بسنوات عندما كان طفلا ولذلك محاولة السلطة ان تنصق بعض التهم كما اعتدنا عليها منذ عام 2003 لحد الان بهذه التهم انه هذا ارهابي وهذا بعثي وهذا سقطت هذه واصبح الشعب واعي لهذه المهمة كيف ستستمر التظاهرات نعم انا اقول ستستمر لسبب واحد ان الصراع اليوم اصبح بين الكتلة الاكبر التي وصفتموها وهي الشعب المسروق المسعوق المنهوب وبين كتلة اخرى متمثلة باحزاب السلطة اليوم ما زالت حتى بعد هذه الانتفاضة تتاجر بالشعب العراقي وتتاجر بالمناصب حتى يوم امس وحتى هذا اليوم نحن نستمع الى عقد صفقات كبيرة بين اعضاء مجلس النواب لبيع المناصب البرلمانية والوزارية ومنصب رئاسة البرلمان ومنصب رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وصفقات وكأن شيئا لم يحدث في البصرة هذا من قلة وعي الحكومة هذه التظاهرات سترتفع في يوم قريب طالما استمرت هذه الصفقات طالما استمروا في عقد صفقات وإيحاء الشعب البصري بأن هناك تعديلات وهي مجرد حقا مورثين تستخدم لإسكات الشعب لكن دعني اشير الى نقطة مهمة اشار الاخوان ان هذا الاعراك بدأ منذ عام 2003 نعم لكن اقول في بداية عام 2003 وحتى وقت قريب كان في جنوب العراق من المحرمات ان تنتقد نور المالكي او تنتقد عمار الحكيم او تنتقد الرمز الديني الاسلاموي الفلاني نعم او تنتقد ايران لان هناك تصفية ستكون في اللحظة من قبل بعض الميليشيات يعني انت اشكرك او صدتني الى نقطة مهمة لحد الان ما هي المكاسب او الفوائد التي حققها هذا الحراك الشعبي حتى وان فتر او خف هناك مكاسب ربما سجلت له برأيك ما هي هذه المكاسب التي تحققت حتى الان نعم فقط اقول لك شي واحد طالما ان شعار ايران بره بره بغداد تبقى حرة انطلق من البصرة نعم فهذا يعني ان كل المحرمات انكسرت هذا يعني ان لا مقدسات بعد الان لدى جميع عراقيين في جنوب العراق ولذلك لا يوجد اي حزب في مأمن وفي حصانة من هذا الحراك الشعبي عليهم ان يغادروا السلطة ويوقفوا فسادهم ولا بد من محاسبة كل هؤلاء الذين اساءوا وسرقوا الشعب العراقي هو نقطة مهمة اود ان اشير لها في هذا اللقاء موضوع احراق دوائر الدولة كان هناك خلط في الموضوع هناك شباب غاضب قام باحراق مقرات الاحزاب جميعها في البصرة وهناك من قام بعمل عدائي واحرق مجلس المحافظة من داخل المحافظة ومن داخل مجلس المحافظة بينما كانت محاطة بالمتظاهرين القوى الامنية التي تحمي هذه البناية من المتظاهرين لذلك كانوا يريدون ان يسيئوا الى ابناء شعبنا من ابناء البصرة الابطال الذين خرجوا لقول كلمتهم لكن حتى هذا اصبح فاشلا مع وجود شباب واعي قادر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واظهار الحقيقة وكما شاهدنا في بعض الفيديوهات ان بعض الشباب قاموا بنشر فيديوهات تشير الى نشر الى حرق مقر محافظة البصرة من الداخل بينما كان سالما من الخارج فالإعلام الذي تحدث عنه الدكتور عبد الحميد ودكتور رفع انه الاعلام السلطة تستخدم الاعلام انا اقول ان المتظاهرين نجحوا في ان يكون صوتهم اعلى من صوت اعلام السلطة لاننا اليوم في مرحلة اعلام متاء للتواصل الاجتماعي ولا توجد اي ثقة باعلام الحكومة بعد الان شكرا للدكتور علي الجابري رئيس تحريص صحيفة يورو تايمز كان معنا من استوكولم عبر اسكايب شكرا جزيلا دكتور رفع الفرحي هل تعتقد انه هذا الحراك الشبابي الشعبي في غالبة شبابي له افق سياسي حقيقي قد يكون البداية الحقيقية لتغيير في العراق ام انه ربما سيكون قصير النفس ربما هناك من يصف بردة فعل آنية عاطفية مرحلية اولا سيد ماجد علينا نراجع الاحصائيات اللي تتصدرها الحكومة فيما يخص الوضع الاجتماعي في العراق ستحدث انه غالبية الشعب العراقي اكثر من 65% من الشعب العراقي هم منفئة الشباب اذا عندما تخرج التظاهرات بهذه القوى الشابة اذا القوى الشبابية لتشكل قوة الاعلى في هذه الكتلة الكبيرة هي من الشباب الرافضة للعملية السياسية ورافضة لكل هذا الوضع هذا اولا ثانيا انت تتحدث عن كتلتين كتلة اللي سميناها الكتلة الكبيرة الشعبية وكتلة اخرى كتلة سياسية تحكم العراق هذه الكتلة السياسية ترتكب الاخطاء والمساوى والفساد والخراب تستمر في هذا في سياسات الخراب وفي السقوط الاخلاقي والسياسي تستمر فيما هذه القوى الكتلة الشعبية التي تخرج التظاهرات تختزم في داخلها فكر ووعي وطاقات شابة وقدرات كبيرة يمكن ان تعبر عنها بالمستقبل تجاربها كل التظاهرات التي حصلت في العراق طبعا على ذكر التظاهرات ربما اذا امننا احصائية الآن طوال هذه السنوات لا يوجد بلد في العالم في هذه الفترة على القلب الخمسين سنة اللي مضت خرجت بتظاهرات بقدر العراق لا توجد حتى في المنطقة ويمكن في عموم العالم لا يوجد بلد يعني هذا الكم الهائل من التظاهرات التي خرجت فيه مطالبة ربما المطالب متشابهة وتواجه بالسلاح واكوة قوى دولية تخفضتها غريبة عجيبة هذه الحقيقة لكن اريد ان اقول ان هذه القوى قدمت تضحيات لكن استفادت من تجارب كل التظاهرات التي حصلت في العراق ووجهت بالبطش والنار والحديد والاعتقالات وكان البعض يعتقد والسلطة تعتقد انها استطاعت ان تقضي على التظاهرات وفجأة تعود هذه التظاهرات لتنبثق مرة اخرى وبنفس اقوى عموما وفي اماكن اخرى بعيدة تعتقد انها قد لا يأتيها منها هذه التظاهرات نعم ما كانت تتوقع ان الجنوب يظهر بهذه والبصرة تظهر بهذه التظاهرات ويعتقدون انه قزانهم خزان الذي مؤيد لهم هذه القوى الشابة تختزن قياداتها مع التجربة مع مرور هذه تخلق قيادات هذه التظاهرات تخلق قياداتها تخلق قيادات شابة تصنع قيادات شابة صناعة تستطيع ان تفكر جيد ترسم الآفاق المستقبل والخطوات القادمة بشكل اكثر دقة تستفيد من تجارب ما حصله يعني ما حصله في البصرة كانت هناك قيادات شابة تقود هذه التظاهرات لم تكن اعتباطية هكذا ابدا كانت مقادة لكن هذه القيادات الشابة اكيد الان قبرتها اكبر قدرتها اكبر مع استمرار الفساد مع استمرار سياسة سقوط الاخلاقي والسياسي في العراق مع استمرار التغاضي مع استمرار النهب مع استمرار ضياع حوية العراق كل هذا في صالح التظاهرات في صالح الكتلة الاكبر التي ترفض كل هذا في ان تخلق قياداتها وتستطيع ان تستمر وتخرج الى الشارع وتفرض نفسها بالقادم لأنه هذه مثل الأمواج ستتكون وستكون الموجة الكبيرة هذه التظاهرات صغيرة صغيرة بأمواج تتتابع ما دام هذا الحراك بهذه الصورة بهذه التراكمية بهذه الاتساع والتمدد وهناك أيضا قيادات كما وصفها دكتور رافع واعية دكتور عبد الحميد ما هو المطلوب من هذا الحراك حتى يستمر وما هو الشيء الذي يجب أن يتجنب هذا الحراك حتى يبقى حراكا شعبيا عراقيا يعبر عن جميع العراقيين العراقيين جميعا يحتضنوه وأنه يعتبروا أنه هو المعبر عن آمالهم عن طموحاتهم هناك آمال عريضة معلقة على هذا الحراك الشبابي طبعا من أهم النقاط التي نسجلها هو تشخيص الداء تشخيص أن الداء والمشكلة وسببها هي هذه العملية السياسية التي أصبحت حاضنة لهؤلاء الفاسدين وبعليه وهو إيجاد العلاج أو طرح عرض العلاج وهو البديل بمشروع وطني يشتث هذه العملية السياسية من جذوريا هنا هذه النقطة لم نراها فقط موجودة عند النخب وعند القوى الوطنية والقوى المناهضة لاحتلال فقط وإنما تجلت هذه حتى عند أبناء الشعب هي سبب المشكلة وهي قد بنيت على المحاصصة إذا لا بد من التركيز على البديل وهو الشعار الوطني لا بد من نقل أو دائما عرض المطاليب وغيرها لا تكون محصورة بمناطق ولا بطائفة ولا بمذهب ولا بدين ولا بغير ذلك دائما يكون التركيز على القضايا الوطنية المأساة لا تتعلق بمنطقة واحدة وإنما تتعلق بعموم العراق وهنا لا بد أن يكون أيضا يساند هذه المناطق التي قد انتفضت قد ظهرت للتخارج بقية أبناء العراق وهذا ما لحظناه ورأينا وهذا مؤشر كبير على قضية الوعي حينما أرسل أبناء الأنبار وأديالة وصلاح الدين وغيرها أرسلوا المياه الصالحة للشرب إلى أبنائي إلى المحافظة البصرة حينما عجزت الحكومة أو تقاعست عن التقديم مثل هذا الدور وهو قضية جزئية لكن هنا هذا يعزز قضية الوعي عند أبناء الشعب العراقي فيعلم أن قضيته هي قضية وطن وليست قضية مذهب ولا قضية طائفة ولا قضية مدينة بمعينة وإنما قضية وطن يجب أن يستعيد ماضيه ويجدد حاضره لينطلق إلى المستقبل الواعد بإذن الله شكرا للدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وأيضا شكرا للدكتور علي الجابري الذي كان معنا من العاصمة السويدية ستوكولم عبر سكايب وهو رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز في هذه الحلقة التي بحثت في الكتلة الأكبر الحقيقية وهي الشعب والمتظاهرون الموجودون في الشوارع والساحات العامة في مواجهة مفتوحة ومستمرة مع السلطة وقواها وميليشياتها نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي وليسمعنا خلاصة ما جرى من نقاش في هذه الحلقة اشتركوا في القناة دكتور العملية السياسية قوى العملية السياسية وأحزابها ماضية بنفس المنهج الذي صارت عليه منذ 2003 الحراك الشعبي رافض هناك كتلة شعبية رافضة قاطعت هناك تظاهرات عارمة ضد هذه السلطة السلطة ماضية بمسارها والتظاهرات في تصاعد والناس في العراق نفد صبرها تماماً ما المتوقع ما المتصور من وضع في المستقبل المنظور على الأقل إذا هذين الخندقين خندقوا السلطة ومسارها التقليدي والتظاهرات الرافضة والشعب الذي يرفض دائماً أستاذ ماجد تاريخياً يعني عندما تدرس تاريخ كل الشعوب عندما تقرأ تاريخ كل الشعوب تجد أن الانتصار دائماً للشعب مهما كانت السلطة مهما كانت قوة السلطة مهما كانت ديكتاتوريتها مهما كانت استبدادها مهما كانت متسلحة مهما كانت مدعومة بالتالي الشعوب هي من تقرر المصير وبالتالي آخر الشوط سيسجل النصر للشعوب دكتور السلطة الموجودة الآن في العراق غير مستعدة لأن تمنح آذانها للناس هي مدججة بالسلاح والميليشيات والآن قوات تعبئة في البصرة يعني فقط هذا الخيار الأمني هي ليس لها إلا هذا يعني هي لا تستطيع أن تفعل شيء إلا هذا وهذا ديدنها وهذا الإطار الذي يحكمها هي ليس لديها إلا هذا لأن هي غير قادرة وغير رغبة وليس مشروعها بناء وتعمير واستجابة لطلبات المواطنين والناس وإعمار العراق وتنمية هذه غير موجودة هذه غير موجودة بأجدتها أساساً فلذلك هي ماضية بفسادها بتقاسم هذه الثروات بنهب العراقيين بزيادة الخراب والشعب أيضاً ككتلة أكبر ماضي بطريقة لمواجهة هذه عندما يصل الشعب وخاصة في الجنوب إلى هتافات تدعو إلى خروج المحتل عندما يهتفون ضد المحتل عندما يهتفون ضد أحزاب السلطة إذن وصلوا إلى وعي كامل وعالي جداً في تشخيص من هو المسؤول من هو المسؤول عن كل هذه الكارثة إذن المواجهة الآن يعرفون الهدف ويعرفون من هو عدوهم ليس مثل السنوات السابقة الآن يعرفون قالوا أنه العدو هذا هي الأحزاب والقوى التي تحكم العراق فبالتالي هذه المواجهة بالتأكيد مع استمرار السوم مع استمرار الفساد مع استمرار الخراب كلها ستصب في صالح التظاهرات في صالح الكتلة الأكبر كتلة الشعب شكراً دكتور نلتقي في الأسبوع القادم شكراً جزيلاً